نحن دولة اثنين ما اعتقلنا وين رحتوا أنت أو خليل؟ أنا خليل بغير في منطقة باتجاه جبل حمرين من أسر الرئيس خليل طلعت سوريا مباشرة أنا ما طلعت بقيت عشرين يوم وين؟ المكان اللي كنت بيه تحولت إلى تكريت بديت أدز ناس على المزرعة مع القيس على المجاورين بيت قيس والمجاورين علاقاتهم قوية بالمجتمع الناس كلها تعرفهم ونحن تكريت صغيرة يعني الناس تعرف ناس ببديتها الناس أدز أبعث شنو الدز يعني ليش؟ أريد أعرف شنو الموضوع شون صار يعني التفاصيل أريد أعرف تفاصيل قيس مثلا يعني شلون منه بقى منه ألقى القبض عليه أريد أعرف شنو الموضوع يعني ولو أنا شخصت الموضوع بنفس يعني مباشرة يوم الأحد عرضه والرئيس على شاشات التلفزي أنا بعثت واحد من أخوتي وصاحب الدار قبل أنه ذاهم بالمنطقة الناعمة الجلام بعثته إلى سامرة قلت لي شوف لي منه اعتقل من عدنا فرجع عليها قال اعتقله ومحمد أخضير ومحمد إبراهيم أنت قلت بقيت عشرين يوم في هذا البيت اللي دا تقول عليه وبعدها رحت التكريت وبعدها طلعت التكريت بعد أن جمعت معلومات كاملة عن الأمور اللي صارت بالمزرعة مالقي سننامق من تكريت اتجهت من تكريت هاي قصة صارت الأمريكان متابعيني خلنا اسمعها الأشخاص اللي نقلوني التكريت أنا كنت يعني فايدهم واشتريهم كل واحد سيارة قبل بعد الاحتلال السيارات نزلت للعشرين للألفين دولار فهذول الشخصا بما فيه محب ضابط بالمخابرات كان ملازم وابن عمه فكان صاحب البيت يخاف من ابنه يخاف من ابنه ما مرتاح قلت له هسه انت عليش ما مرتاح وحسه نقدر نشغلهم فاشتريتهم سيارتين واحد كابرس واحد سوبر قلت لهم يشتغلوا على الخاط وانوا ياكم بالنص أنا ما أريد منهم شيء ولكن أريد الأمان فهذول الناس للأمانة يعني هم مو طمعوا بس سيارتين مو هذا الموضوع الناس من داهمون الأمريكان واعتقلوا أبوهم أبهاتهم وأخوتهم ظلوا هم كانوا مموجودين بالمنطقة فمن الرجع والصبح ولقوا المنطقة كلها مشيولة زلمها بما فيهم أهلهم هنا قرروا بأنهم ينقذون الزلم أهلهم والأخذوهم يعني أبهاتهم وأخوانهم يطلعوهم من الاعتقال يعني يطلعوهم من الأسر وشنو الطريقة يطلعوهم من الأسر الأمريكان لأنه طلفاحق ويعتقلوا بيهم ويعتقلوا وبكتها بالعشرين زلمة كلهم ملدعم وأخوة وقرائب فشنو الطريقة اللي نقذون بها هاي الزلم فقرروا من ذاتهم بأنه يسلموني للأمريكان ويطلعون يتفاوضون وهي الأمريكان نسلمكم سلوان ونستلم زلمنا فأني ما أعرف فأني بالمداهمة هاي من الليل الله نجاني فقلت لك وعتقلوا هاي كلها والصبح رجعت على البيت وهاي كلها على أقدام بدون سيارة يعني هاي مشيت الأرض راجلا فمن رجعت على المكان بعثت لهم جو ونقلت ليلة وحدة على بيت صاحبي جيرانهم من البدو ربعنا البدو وذلما قال يجوا الناس مو محبين فحاول تطلع من هنا الرجل من البدو فنقلت إلى نقلوني يجوا ونقلوني لا تكريت وطريقة النقل أنظر عليهم أنا قاعد لي وراء واحد يسقوا واحد قدام أشوف عيونهم بل مرايم بها رح يصير غدر أنا شخصت الموضوع النظرات مالتهم بل مرآة مال السيارة باتجاهي أكو غدر راحي شصرفت؟ قلت لهم نزلوني على الطريقة حولي مالتكريت بدون مكان معين وأستخدم المكان الرايح لراجلا فمن نزلوني انتبهوا بأنني نزلت مسافة عن بيت كان بيني سيبي واقف بالباب فاقتنعوا بأنه رح أروح على هذا البيت خمّلوا فهم من نزلوني أنا بقيت أمشي وأبعد السيارة لأن السيارة تجهت تبشي على كيفها تتعرف وين راح أدخل المهم أني دخلت على البيت ولكن ما طورت بالبيت أكثر من ساعة وتحولت من البيت فداهموا الأمريكان البيت وبدت الاحترافات عليه من واحد الواحد إذن بالفعل كان حدثك في محل نعم نعم وبنفس الوقت بلغوا الأمريكان وخذوا والدتي بأنه إحنا رزل بنا وقالتوا لازم يعني سلوان يقضبوا من الأمريكان ما ألقوا القبض علي قذوا والدتي يومهم دلينا على سلوان يعني تأكيد تعرفين شو ما عرفني وموت داهم يومكم ولا آخر يوم فبدأوا داهمه وخمس بيوته بهذه الليلة خمس بيوت داهموها بهذه الليلة آخر بيت كنت يوم واني كل ساعتين تنقل آخر بيت يعني تعشيت يما وفرشلي قال لي إلا تباتي مني يعني ما قل لك تروح قلت له خلاص وجاء ضيف ابن الحويجة علي ابن عمه فقلت له خلاص اللي هو الشيخ إبراهيم النايف العبيدي ابن عمتنا الرجل المحترم هو ساكن ابتكريت خلف التجنيد فقلت له وصلني قلبي ما مرتاح ودرع وطيران صار قلت له ما مرتاح وصلني البيت عم المسلط اللي هو بصف بيت حج خير الله قلت هذا أأمن مكان لأنه بصفهم فخلي دورهم بعيد فداهموا البيت إبراهيم كسروا غراضهم ضربوهم الخبر مات يمم إبراهيم لأنه برائهم وولده ما اعترفوا الناس الوحيدة ما اعترفوا عليك ما اعترفوا عليك وقالوا لهم هو جاء عليكم البحر قال له وجه هذا الضيف من الحويجة اللي هو حضر وياي وهو جاي من الحويجة غير هذا الضيف ما جانا فالله نجاني ولكن الصبح من رجعت لي عسكرين قدام إبراهيم النايف وكلهم موسات إسرائيلية فعرفتهم لحاية وقاضبين شارع منها ومناها على الرصيف فقلت لهم صباحا الخير وما ما ردوا لكن بالالتفات واحد منهم فشفت غدارة تحت القمصلة فعرفت فما قدرت أرجع كملت على إبراهيم وإبراهيم قال لي شون بصوت ناصم وذولة قلت له خلاص البلغة وعليه بلغها لي فلان وفلان الأشخاص اللي نقلوني من الجلام عليكم على فلان وعلى هم اللي بلغوا فقلتوا الوشيات وطلعت وهم رجعت منهم هذولة بدون تردد وصعد التكسي وطلعت للموصل 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 وش قد بقيت بالموصل بقيت بالموصل 25 يوم وبعدين يعني في منطقة بين الموصل والحضار هذا ناس معارف وناس طيبين ووراها رجعت لهلي جاني خبر استشهاد عميدة ردمان لأنه وراء شهرين اللي عرفنا مستشهد ما عرفنا بنفس الدقيقة فرجعت باللغة لهلي بأنه أنا رح أتوجه السوريا وأنتو جهزوا حالكم من أصل سوريا أبعث عليكم فاتجهت للحدود والمداهمات ورايا إلى آخر نقطة على الحدود هي المداهمات ورايا وبعدين راحوا الأمريكان على أخوتي قال لهم سلوان نقدر نجيبه بس هو عبر السوريا فانقطعت عني المداهمات والسلطات السورية كيف تعاملت السلطات السورية تعاملت بكل قساوة يعني يعرفوني هما ما سلبوني تركوني أمشي فترة بدون جواز إلا أن طلع الجواز وبعدين جتني مفرزة قالوا لي قد مننا جوازك بدت القساوة بعد أن استلمت الجواز بأنه يدق الباب يعني ناوشنا إلا أن تفاجأت بأنه مدير فرع يدز علي ويقول لي يعني أنت رجل مهم فأحنا يا أما تكون تشتغلوا إيانا يا أما يعني نسلمك طريقة غير مباشرة قلت له أعطيني مجال أفكر مباشرة دزيته للعراق قفلت البيت وطلعت بجواز غير اسم دزيت على جماعة عبروني للعراق رجعت للعراق رجعت للعراق بال2006 لأنه صعب يعني حتى أول مرة صارت استفزاز بيني وبينا المسؤول اللي هو مدير فرع قلت له يعني أنت ليش تطلب مني شنو اللي رايدة من عندي قال يعني مثلا فلان يدخل تقول لنا علي هذا فلان شنو تاريخ شنو يعني قلت له يعني تريدني أنتوا تسمو عوايني أو جاسوس قلت له ليش طالع من بلدي عليكم يعني ليش ما بقى بلدي يعني بهاي ثلاث يام صفيت أموري وطلعت للعراق وش قد بقيت بالعراق بقيت من 2006 إلى 2014 إلى أن دخلوا هذول ولكن متخفي داخل مزرعة داعش اه ايه وش كنتت خلال هاي الفترة يعني احنا مزرعتنا ستين دونا والناس المحيطة بينا أكثرهم من المحبين ولكن بقيت متخفي بالمزرعة هاي من 2006 للألفين وتسعة ما حد يعرف فيها غير أهلي ولكن صارت جيراني واحد من ولد عمي بدأ يستفزني يعني بدأ يستفز يعني عنده قطعة أرض فقلت يا ضايقك إذا أزرعها أو إذا أترك هذا ضايقك فقال ازرع فمن جئة ازرع طلعوا علينا مسلحين يعني هو ولده ولا آخر ففور الدم يعني أنا زعلت بأنه تعبت بالأرض ورتبتها ورد زرعها فعليها أساس فهو شامد قوي بالأمريكان بأنه أنا مطلوب يعني يعرفوني فرادوا يستغلون هاي النقطة بأنه يدوسون عليها ويكونوا يحجموني إلى الحجم لهذا فكونا ثالث هي البندقية فبكتها يعني تصادمت وياهم وصارت جروح عندهم انجرح هو واحد من ولده والمهم ومفضت بس مفضت انكشفت بأنه هوني موجود بالعراق بقيت موجود وبدت الأمريكان أداهمني أربع مرات باليوم مع سوات مع جهات أخرى إلى أن فهمت الجهات العراقية بأنه هاي مشكلة عائلية وبأن هذا الشخص مطلوب بجريمة للدولة العراقية ما عنده جريمة يعني حتى لو قبل الاحتلال مع الرئيس هاي مو جريمة زيان ما قاتلاني ولا المهم عرفوا بأنه هاي شغلة عائلية بين العبار خلاف عائلية فكفوا عني بس هاي طولت لي حد الـ2014 إلى 2013 الذكر قمت شوية أرتاح من الـ13 إلى الـ14 صار عندي شوية هيدو أقدر أتغدى بالبيت أتعش بس مو أبقى بالبيت مزرعة شبيرة ومرتبطة بنهر دجلة فمو بسهولة يعني حصلوك فالحمد لله الله نجعنا ولكن من دخل جمعة الـ14 قلت لها هل يتحضروا قالوا ليش قلت لهم رح ننطلب أكثر من هذا ولا تقصد جمعة الـ14 تنظيم داعش تنظيم داعش قالوا يعني قالوا مداهمات بعد ما رح تصير قلت لهم لا الأمر ممثل ما رح تتصوروا الأمر جاء بعد أضرب فحضروا غراث كمو تركوا الجمل بما حمل قد نطلع للأربيل وفعلا بس وصلت للأربيل تصلوا بي قالوا أنت ليش ما بايعت تصل بي شخص قالوا على شنو بايعان مو مو ياكم حتى قالوا أنت مو مظلوم ومداهمات أمريكية قلت لهم أنتوا جهة أنا ما عرف أشنو قالوا لا أنتوا جهة أنتوا أصلا أنتوا كفر ونحن نقص رأسك وين ما نلقات زين فأنه بقعنا بهذول واللي اتصلوا بي من أقرب المقربين قالوا أنسى بيتك وقاعك بعد مترجع اشتغلوا إياهم بايعوا وصاروا أمراء واتصلوا بي وقالوا أنسى بيتك وقاعك وكسروا بيتي وفرهدوه وهذا شي حل قهرني يعني شون بيت تكسروا تفرهدوا وغراضوا للمهم والله المهم نجعنا ونجعنا إلى أن طلعنا لتركيا واستقررنا عندي معلومة تشير إلى أنه عراقيين كرد ساعدوك على الاختفاء في كركوك يمكن قبل أن تطلع إلى أوفر السليمانية أنا منك جاني خبر كسربيتي قررت أرجع وأرجع منتقب من الناس اللي الذوني هم أقرب المقربين كلهم من أقرب المقربين من أولاد عام لو وصلت للأخ فهذا الموضوع حزب نفسي رجعت أنتقم أنا كنت بربيل فحطيت العائلة ورجعت بسيارتين وأكو سيطرة يمجسر الحويجة على طريق الحويجة قبل أن تدخل الحويجة فهذه السيطرة للكرد فما سيب حول لنا نعبر الناس أكو بيها تعبر وأنا ما سيب حول أعبر وبعدين أجيه ولد كان يمي بالمزرعة مالتي اسمه أيمن فقال أنت ورى يدعى الموت قلت له هكو هكو الموضوع أنا ما أبقى لازم أرجع فقال قسم يمين أنا فرغت بيتي ترجع ببيتي فأخذنا السيارة ورجعنا لبيته قعدنا ببيته ثاني يوم اتصلوا بي الأشايس طبعا هو رح ثبت معلوماتي بدائر اسمها الأشايس أسايش أسايش فأتصلوا بي حتى رقم تليفوني فأتصلوا بي قال الله أريدني أشرب استيقات شاي أمك قلت لهم حياكم والله ففعلا سوينا شاي حضرنا عصير أنا عندي ثلاث تليفونات تليفونيا بهنا رقام بهنا معلومات خاصة وتليفون بي كم رقم يعني مو فالشي فعلى هل أثناء هم دقوا الباب سيارات ما كوا لكن عسكر سيارات ما موجودة فتفضلوا قالوا لا قعدنا استفسار وياك هنا قبل أن أفتح الباب ناوش التليفوني الواحد من ولدي فهذول ولدي الاثنين الواعيين خطوا التليفون تجيب بهم وبقوا يراقبوني من بعيد بأنه سيارات ما عدوا هذول فهم يقودون بي فضربوني كلاب شات عرفت الموضوع وقهرت قلت لا أمريكية لا الدنيا قدرت لي يعني الله نجاني أجي به هالبساطة بأنه أقع هالوقع هاي أحجي يا نفسي للفرعة الثانية وإذا السيارات واقفة فحطوني بالسيارات مالتهم والدي شافوا النقشات مال السيارات فمن فزعوا الأكراد اللي أنا أعتبرهم أهلي وأصدقائي وكانوا يمي بالمزرعة ومن المحبين هم كثر يعني نسبة كبيرة بكرت فرادوا يعرفون وين هاي جهة أخذتني اتصلوا كل الجهات ما حصلوني كل المعسكرات ما حصلوني فأجوا على والدي ما شفتوا النقشة مال السيارة قالوا شفناها نقشتها فأعرفه وانوين المهم الثاني يوم جه هذا الشخص وأخذني من المعسكر وطلق صراحي الرجل وقال نحن ما ننسى فضلك والحمد لله زين